إرشادات التمريد العاجل يشكل غسل اليدين بالماء والصابون وسيلة ناجحة لتقليل الإصابة بالأمراض المعدية المكروبية بنسبة كبيرة لأول مرة في مصر التمريد يدخل المنافسة أهلا بكم في العباقرة تمريد مع روائي عصام يوسف جفنا في الستوديو ومشاهدين الكرام وطلبة كلية التمريد في مصر والعالم العربي أهلا مرحبا بكم وعلى جديد في دور الستاشر من برنامج العباقرة في موسم عباقرة التمريد مين يطرى اللي حيفوز بكأس البطولة ومين اللي حيحصل على لقب أفضل لعب ومين هو الطالب المسادي أما المكسب الأكبر أن كل إجابة صحيحة من طلاب عباقرة التمريد حتساهم في تطوير المستشفيات الحكومية في مصر في المرحلة الأولى كل نقطة بخمس تلاف جنيه وحيتضاعف الرقم وصولا للمباراة النهائية العباقرة تمريد برعاية وزارة الصحة والسكان جلياد الشركة العالمية الرائدة لصناعة الدوات وبشراكة البنك الأهلي المصري بنك أهل مصر في الحلقات اللي فاتت طلاب مصر جمعوا 6.675.000 جنيه في خزنة البنك الأهلي لتطوير المستشفيات الحكومية تعالوا نشوف طلاب مصر النهاردة حيوصلوا المبلغ لكامل أول كلية مشرفونا في الستوديو من أعرق جامعات مصر نرحب كلنا بكلية تمريد جامعة القاهرة هاين مصر جامعة القاهرة في ماتش النهاردة والثمان طوله أبتدي منه أربعة أحمد عيماً ما هذا إن شاء الله عشان نفوز علشان نعوض الخصارة اللي هزمناه في أول ماتش إن شاء الله نقدم مستوى يلقي بجامعة القاهرة إحنا حسنا الماتش اللي فاتة إن كانت المشكلة الرئيسية بتاعتنا صعوبة في التواصل فيما بيننا لما عادنا مع بعض بعد الحلقة وإن شاء الله نحاول إن احنا نزبط الكلام ده النهاردة المرة اللي فاتت الحمد لله ربنا وفقنا وقدرنا إن احنا ناخد عشر نقاط بونس المرة دي إن شاء الله هينزل معنا محمد وإن شاء الله برضو يجيب عشر بونس دور البنك الأهلي طبعاً حاجة كويسة جداً لإن المستشفيات محتاجة صبرته ودعمه أكتر فده هتستفد منه بكل مستشفيات والتمريد كمين أما كلية تانية واللي هتنافس للحصول على أول ثلاث ناط ليها بمحافظة الجيزة نروحها بكلنا بكل تمريد جامعة ستة أكتوبر حمصر دامعة ستة أكتوبر في ماتش النهاردة والثمان طولة هتدي منه أربعة أحساسي إنه في أول موسم عبقرة تمريد ده حاجة حلوة وإن شاء الله نكون قدوة لكل الكليات بعد كده وكل الدفاعات اللي بعدنا إنهم يحسنوا الصورة ويساعدون أكتر والدتي لما عرفت أنا مشاركة في برنامج العبقرة هي شجعتنا على الفكرة جداً وكانت الفكرة بالنسبالي وبالنسبالها حلوة قوي كان الهدف الرئيسي منها نحن نغير صورة التمريد دخلت كلها عشان خطب والدي ووالدتي حق حلمهم إننا ندخل مجال طبي إحنا حلمنا طبعاً إحنا نتأهل الدور الثمانية وكمان نتأهل الدور الزهبي إن شاء الله إحنا ناخد كثير أسئلة من دراسات كليات التمريد تشاهدون في هذه الحلقة ما هي الوضعية الصحيحة التي يجب أن تتخذها السيدة للنوم أثناء الشهور الأخيرة من الحمل؟ إيجاب ما هو العنصر الذي إذا اضطرب معدله الطبيعي في الجسم يؤدي إلى اضطربات خطيرة في قهربية القلب؟ العباطرة في قليات التمريد ست فقرات العلم، المعرفة، الفنون، تحت الضغط، دربات الجزاء، وعجرة الحص وأول حاجة بيبتدي بيها هي سؤال السرعة سؤال السرعة دمعاً 6 أكتوبر اللي هيجاوب صح هيختار مين اللي يبتدي الأول والسؤال هو من أسماءه المهند والحسام والبطار فما هو؟ السيف السيف؟ تخيل أن السيف ليه 300 اسم في اللغة العربية؟ محمد عبد المنعم إجابة صحيحة السيف هي الإجابة الصحيحة وبكده محمد عبد المنعم حيختار مين اللي يبتدي الأول؟ هنبتدي إحنا طبعاً أنتوا هتبتدوا الأول أولي القوي لما حد بيختار أنه يبتدي الأول وأول فقرة هي فقرة العلم 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 أربعة أجزاء فغرافيا، تاريخ، أدب، وعلوم جامعة 6 أكتوبر عندك سؤال في الجغرافيا فيه جوكر؟ لا جوكر إمتى؟ ولا لسه مش عارفيني؟ لسه مش عارفيني يسه يبقوا يقولوني جغرافيا والسؤال هو في أي دولة عربية أسيوية توجد صحراء الدهناء في أي دولة عربية أسيوية توجد صحراء الدهناء عشر ثواني خمس ثواني فاطمة إجابتك؟ من أردن إجابة خاطئة ما هيش في الأردن وسام اليمن إجابة خاطئة أربع اختيارات بزائد عشرة أو ناقص خمسة الإمارات، العراق، السعودية، سوريا ثانيتين ناقص خمسة يزائد عشرة، إجابتك؟ الإمارات الإمارات، بص الإحتياطي إحتياطي فريك مش مفقين إجابة خاطئة الإجابة الصحيحة، السعودية كده جمعة 6 أكتوبر حتبتدي بنائس خمسة جمعة القاهرة، عندك سؤال في جغرافيا في شكر؟ نا جغرافيا، والسؤال هو يعد نهر ريو نيجرو من أهم الروافد لأحد الأنهار الكبرى، ففي أي قارة يوجد ووسام مستعجلة جدا مش عارف ليه نايزة يضغط على بيه مستعجلة ليه؟ عشان عارفاها متأكدة منك متأكدة؟ إجابتك؟ أمريكا الشمالية أمريكا الشمالية، يا ووسام بعشانات إجابة خاطئة جمعة 6 أكتوبر، في إجابة؟ محمد سيد إجابتك أمريكا الجنوبية أمريكا الجنوبية بعشانات، إجابة إيه؟ خاطئة طبعا، إجابة صحيحة ريو، ريو، لازم تبقى أمريكا الجنوبية يا ووسام ريو، أكيد أمريكا الجنوبية وكده النتيجة، خمسة جمعة 6 أكتوبر جمعة القاهرة، استعجلتوا برضو أربع ثواني في سؤال ليه؟ متأخذوا عشرة ثواني؟ فكروا، نقشوا مع بعض دهاتي عندنا سؤالين في التاريخ؟ وأول سؤال جمعة 6 أكتوبر في شكر؟ لا تاريخ والسؤال هو من هو أول عميد مصري لكلية طب؟ جامعة فاروق الأول اللي هي الأصر العيني هو اللي أنشأ أول نقابة أطباء في مصر وأول نقيب لها، كمان ثلاث ثواني في الثانية العشرين إيه جابتك؟ هي تأليف هتألف؟ الله، أحب التأليف ده جدا لأني التأليف ده بيبقى ممتع محمد عبد السلام؟ أنا بس أنا بص يعني أنت مقلف، آه طبعا مقلف بس مين محمد عبد السلام؟ أكيد في محمد عبد السلام يعني فيه محمد عبد السلام وفيه محمد عبد الحميد وفيه محمد عبد المنعم طب أول أيها محمد عبد المنعم ماذا بجامل نفسي؟ إيه جابة مضحكة؟ محمد عبد السلام، عندكم مين بقى؟ كلوت بيك كلوت بيك، بعشنات، هو من رؤساء الأصر العيني، بس هو ما كانش عميد وسام، إيجابة خاطئة أربع اختيارات بزائد عشرة أو ناقص خمسة محمد عبد المنعم خلي بالك محمد إبراهيم علي باشا إبراهيم سليمان عزمي باشا عبد الله كاتب بك مين هيخد الرزق؟ حسن خد الرزق علي باشا إبراهيم؟ ليه حسن خدت الرزق؟ الاسم تردد علي قبل كده، فمش عارف زكاية الإجابة صحة وخطأ، بس الاسم تردد علي قبل كده علي باشا إبراهيم، حسن، إجابة صحيحة علي باشا إبراهيم فعلا هو أول عميد مصري لكلية الطب، وبكده النتيجة عشرة جامعة القاهرة جامعة 6 أكتوبر 5 السؤال الثاني في التاريخ لجامعة القاهرة، في شكر؟ التاريخ والسؤال هو على من انتصر الجيش الأمريكي في معركة يوركتاون عام 1781؟ على من انتصر الجيش الأمريكي في معركة يوركتاون عام 1781؟ إجابتك؟ إسبانيا؟ إجابة خطأة في إجابة؟ محمد عبد المنعم، ساب الفريق يتكلم وقرر هو يجاوب لوحده إجابتك يا محمد؟ إجابتك يا محمد؟ بريطانيا بريطانيا أو الجيش الإنجليزي، إجابة صحيحة واحدة من أهم معارف الاستقلال الأمريكي بربع عليك يا محمد وبكده نتيجة خمستاشر جامعة 6 أكتوبر عشرة جامعة القاهرة والدولات عندنا سؤالين في الأدب وأول سؤال اللي جمعت 6 أكتوبر أدب والسؤال هو من هي كاتبة الجزائرية صاحبة رويد الأسود يليق بك؟ أحلام المستغنمي أحلام مستغنمي؟ يا فاطمة، إجابة صحيحة أحلام مستغنمي هي الإجابة الصحيحة وكده نتيجة 25 جامعة 6 أكتوبر عشرة جامعة القاهرة وعندك سؤال في الأدب أدب والسؤال هو من هو الشاعر السوري صاحب قصيدة هجم النفط مثل زئب علينا؟ عشر ثواني أميرا، إجابتك نزار قباني نزار قباني نزار قباني، يا أميرا، إجابة إيه؟ خاطئ إجابة صحيحة نزار قباني قال إجابة صحيحة وكده النتيجة 20 جامعة القاهرة 25 جامعة 6 أكتوبر عckeوا في أميرا، أيه hur Sukane في الفقرة عملية عن التخصصات الطبية الأخرى وصاحبة نظرية الاحتياجات فمن هي؟ حط التعريف للتمريد عن طريق 14 احتياج ثانيتين تسعة عشر ثانية خدتوا أعطوكم خلي بالكم جامعة القاهرة شكلهم عندهم إجابة حاسس بكده فاطمة إجابتك إجابة خطيئة جامعة القاهرة في إجابة وسام إجابتك إجابة خطيئة أربع اختيارات بكام بزائد عشرين أو ناقص عشرة والاختيارات أصدنا على الشاشة محمد سيد كنت عيسوا لي ما أبجي بجوردن كوي سانت مولش فيرجينيا هندرسون فيرجينيا هندرسون الإجابة الصحيحة فيرجينيا هندرسون المرات دي ما كان ممكن تاخدوا رزق بس الحقيقة ناقص عشرة برضو تقلق تمام آخر سؤال لجامعة القاهرة في العلوم فيه شكر؟ إن شاء الله علوم والسؤال هو ما هي جنسية العالم مخترع البرامتر ما هي جنسية العالم مخترع البرامتر عشر ثواني خمس ثواني لا أحمد محمد وحسن جمال اللي اتنين بيدوسوا الوسام على البازر خلي بالكو هي بتاعف تدوسوا على البازر كويس جدا هستو عارفين جنسيته ايه يا ويسام ايطالي اميرا مش معفا اميرا ما تنقشيش معهم ليه احنا متفقين على الحالة دين يا جبان كتبت ايجابة تانية خلي الاجابة التانية عندك عارفة ليه؟ عشان ايطالي ايجابة صحيحة ايجابة صحيحة عبرابة عنيك يا ويسام عشرين نقطة مهمين جدا لجمعة القاهرة وبكده النتيجة اربعين جمعة القاهرة خمسة وعشرين جمعة ستة اكتوبة هنخرج فاصل وحنرجع مرة تانية مع فقرة المعرفة وفقرة الفنون والعبا كراه يبقى طلاب مصر جمعه خمسة وستين نقطة في فقرة العيد وكل نقطة بخمس تلاف جنيه بما يساوي تلتمية خمسة وعشرين الف جنيه في خزدة البنك الاهلي لتطوير المستشفيات الفقومية في مصر وزارة الصحة قريبة من الشباب ولا لا؟ هي وزارة الصحة هي وزارة الشباب وزارة الصحة عندي مساعدين من الوزير وعندي ناب الوزير ناب الوزير في آخر التلاتينات ناب واحد لعندنا لشؤون الدو ومساعدين الوزير مساعد الوزير للرقبة والمتابعة ورئيس مشروع التأمين الصحي عنده 34 سنة مدير حملة 100 مليون صحة ومساعد الوزير لشؤون مبادرات الصحة العامة عنده 38 سنة مدير المكتب الفني لوزير الصحة عندها 29 سنة يا حليك عايزة تصغلي نفسك بأكيد بعد القوم دي عرفت انك عايزة تصغلي نفسك والشباب ومعانا شيوخ المهنة المحترفين المحترمين المحترمين كونسلتنس ازاي بقى تعمل الجسر مبين شيوخ المهنة صح والشباب وازاي شيوخ المهنة ياخده الشباب الخبرة والطاقة وانا دايما اقول لهم خلينا اقول لك ان اكتر من سبعين لثمانين في المية من العملين في وزارة الصحة دلوقتي شباب في المواقع القيادية والتنفيذية طاقة طاقة ودايما اقول لهم الشيخ المهنة ده ده الرادار بتاعك انت متحمس وبتاخد خطوات فبتاخد فيها ريزك وبتتحرج بسرعة وبشن وبجرأة وفيه الرادار يقول لك الحتة دي تشريعيا لازم تتباه فيها كذا وما ينفعش نامل دي في الوقت ده ودا سياسيا مفروض الرادار ده اللي هي الخبرة اللي مش ممكن تعلمها في كتب ولا تنقلها بسهولة لأول مرة في مصر التمريد يدخل المنافسة العباقرة تمريد مع الروائي عصام يوسف الخميس والجمعة والسبت الساعة السادسة والنصف مساء حصريا على القاهرة والناس اهلا بكم في العاصمة